لو انت بتدور على افضل مواقع انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي فالفيديو ده هو المناسب لي. عشان انا في الفيديو ده هجمع لك افضل خمس مواقع انا استخدمتهم في انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي سواء عن طريق تحويل النص الى فيديو او الصورة الى فيديو. واللي هتقدر تستخدمها في عمل فيديوهات احترافية تقدر تكون بها محتوى كامل سواء افلام او شروحات او ايا كان وتقدمها على النصات السوشيال ميديا لو انت مهتم بالفيديو ده يا ريت قبل لما تشوف الفيديو تشترك في القناة فعل زي الجرس. ولو عجبك الفيديو تدرس لايك وتسيب لنا راية كفيت عليك. يلا. اول موقع معنا وهو موقع هيبر. موقع هيبر دوت اي اي من افضل مواقع تحويل النص الى فيديو او تحويل الصور الى فيديو. تقدر تدخل على الصفحة الرئيسية من الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو. او ممكن تدخل على جوجل هتكتب هيبر هيجيب لك هنا اول رابط. هتضغط عليه حاولك على الصفحة الرئيسية تاني بالشكل ده. اول خطوة هتعملها هتعمل لوجين عشان تسجل حساب في الموقع. ممكن تسجل حساب بجوجل او او اي ايميل تاني. انا هتضغط على جوجل وهسجل حساب بيه على طول. اول ما يسجل الحساب هيفتح معي الصفحة الرئيسية بالشكل ده. هننزل تحت هنا هتلاحز ان فيه هنا فيديوهات معمولة. مسلا هنا في حركة هنا مسلا الولد شابه ده. ولو نزلت تحت اكتر هتلاقي فيه برضو حاجات تانية معمولة مسلا شغل بقى كوميرشيل اللي هو شغل تجاري زي اعلانات حاجات شبه كده حركة للموبايل. فكل ده برضو ممكن تعمله هنا في الموقع. تعال ننزل تحت اكتر برضو فيه فيديوهات معمولة باستخدام الموقع مسلا تعال نشوف هنا فيديو شبه ده كده. فيه برضو هنا حاجات شبه كده. فشغل كويس قوي يعني شاف ان هو موقع كويس وبيعمل حاجات كويس قوي. اما بالنسبة لاستخدام موقع فانت عندك هنا اكتر من استخدام يبدأ من ان انت ممكن تحول النص الى صورة. كمان عندك ان انت ممكن تحول النص الى فيديو. كمان عندك ان انت تقدر تحول الصورة الى فيديو. وكمان عندك اللي هو تحسين الفيديو ان ان انت ممكن تزود الفيديو بتاعك لو مسلا عايز تزود الحركة بتاعتك تخليه اطول. فيديو تو فيديو ان انت بتجيب فيديو وتحوله لستايل تاني. طيب من غير ما نخش في تفاصيل كتير. احنا طبعا عندنا بالنسبة اول ما بتضغط عليها بيجي لك هنا المستطيل لتحت ده. بيقولك هنا اكتب انت عايز تعمل ايه? فبتكتب اي كلام تختار البعد بتاعك عندك اكتر من بعد. ممكن تتحكم في اي عددات تانية موجودة. وبعد كده بتضغط عليها فبيبدأ يعمل لك التصميم. اما هنا لو انت مسلا حابب تغير اي حاجة تانية فانت ممكن تقول له يعني انت مسلا عايز تحول الصورة لفيديو. فانت في الحالة دي مفروض ان انت هنا بترفع صورة علشان تقدر تعادل عليه. وبالمناسبة هنا احنا بنخطأ بنستخدم الاصدار الجديد اللي هو لو انا روحت هنا على ممكن اضغط كده. هحمل مسلا صورة شبه دي كده وهنا طبعا هو بيقول لك انت ممكن تحمل اكتر من صورة. فانا انا لأ انا مسلا عايز اعمل حركة للصورة دي بس. فهقول له هنا مسلا يعني طفل ماشي في الشارع. وبعد كده مسلا هقول له ونشوف هيعمل التصميم ازاي. دلوقتي المفروض ان هو هيعمل التصميم اتنين في المية لحد دلوقتي. وبالمناسبة كنت انا عامل فيديو قبل كده عملي حركة لصورة ثابتة. كنت ممكن الناس اللي بعاني على القناة شافت الصورة دي. عامل حركة لولد كأنه ماشي في عرض ازياء بالشكل ده. فهذا نتيجة مبدئيا كويسة جدا. ولكن تعال نشوف الفيديو اللي احنا هنعمله هيطلع ازاي? تعال كده بقى نشوف النتيجة لما خلصت هنكبر هنا الفيديو بالشكل ده. ونشوف هل الحركة في الفيديو كويسة او لا. انا شايف ان الحركة معقولة. حركة الطفل الكويسة. طبعا هنا الحاجات دي احنا ممكن نستخدمها لو حابين مسلا نحنا نعمل فيديو او فيلم او حاجات شبه كده فاحنا بنجيبه الصور ديات ونحولها لفيديوهات بالشكل ده. هل فيه امكانية ان احنا نعمل الفيديو اه عندك هنا تحت في حاجة اسمها لو ضغطت عليها مفروض ان انت تقدر تحمل الفيديو وفعلا الفيديو اتحمل عندي. هقابلك مشكلة في هنا في علامة مائية ولكن الحاجات دي سهل انها تتعالج بس طبعا الحاجات دي عايزة شراحات تانية في فيديوهات اطول. هطلعز هنا ان هو استهلك معي تلاتين كوينز وده معناه ان هو بيديك حوالي تلتميت كوينز تقدر تستخدمهم. انا المفروض ان انا كنت مشترك في الموقع وكان مديني تلتميت كوينز واستهلكت هنا مرة تلاتين كوينز اعتقد ان هو جدد هالي تاني. فممكن يكون الموقع بيجدد لك كل يوم. ولكن في هذه اللحظة ازا كان الموقع بيديك كوينز مجانية ممكن بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة يكون ده مش متاح. فلو انت اتفرجت على الفيديو ده مسلا بعد فترة من اصداره ولاقيت ان الموقع اتغير او اتقفل او مش شغال او ما بقاش مجاني. ما تلومنيش لان ده بيكون سياسة المواقع مش سياستي انا. كذلك الامر عندك الفرصة دلوقتي ان انت تجرب بقية تفاصيل ان انت ممكن تكتب نص تحوله صورة او نص تحول الفيديو او ان انت ممكن تعمل فيديو باستخدام الموقع. تاني موقع معنا النهاردة وهو موقع ممكن تدخل على الموقع من خلال الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو او لو ضغطت على جوجل او دخلت على محرك البحث جوجل هتكتب هيجي لك اول رابط هتضغط عليه هيوديك لنفس الصفحة دي. بالصفحة الرئيسية هتلاحز هنا اول حاجة يبهالك هنا بيقول لك في وفي يعني ممكن نعمل صور وفيديوز بازا كان الاصطناع باستخدام الموقع. واجيب لك بعض الامثلة هنا للفيديوهات زي ما احنا شايفين في حركة حلوة في الفيديو ما تحسش انها معمولة بالاي اي اي. هنا برضو في واحد او في بنت بتأسف جيتار وفي حركات كتير هنا زي ما احنا شايفين في حركات اعلانية حلوة جدا. وفيديوهات كتيرة جدا موجودة في الموقع هنا مثلا واحد هنا اسد لابس بادلة وتفاصيل كتير ممكن اعتقد ان نستخدم الموقع ان احنا نعمل بفيديوهات كويسة جدا. عشان نبدأ نستخدم الموقع فاحنا محتاجين نعمل الخطوة الاساسية وهي تسجيل حساب في الموقع عن طريق ان احنا هنضغط على سين هيفتح لك هنا الرابط ده هتضغط هنا على لو انت اول مرة تسجل الحساب عندك حساب قبل كده ممكن تكتبه وتكتب وبتعمل تسجيل دخول ولكن اذا كانت اول مرة فانا هاجي هنا بضيف هنا الايميل بتاعي وباجي هنا بكتب ايا كان الباسورد اللي انت هتكتبه وبعد كده بتضغط على هيزهر لك هنا يقول لك هنا اعمل الكباتش دي فبتيجي هنا مسلا بتسحب دي كده لحد ما توديها في مكانها بالشكل ده ممكن تجي لك دي او اي حاجة تانية بس كلها بتبقى امور ساعة بعد كده هطلب منك كود والكود ده بيجي لك على الايميل فانا هدخل هنا على الايميل بتاعي هلاحظ هنا ان انا جاي لرسالة فيها الكود هضغط على هاخد الرقم ده كده وهرجع به تاني على الموقع هضيفه هنا وبعد كده هضغط على تلقى هنا هيفتح معي الحساب بتاعي الجديد بالشكل ده اصبح عندي هنا الموقع مدين هنا ستة وستين كوينز هيدخل هنا على هيحولني على الصفحة دي بيقول ان انت ممكن تحول الناس الى فيديو او الصورة الى فيديو في حالة اختيار فانت هنا تقدر تكتب اي ان كان اللي انت هتختاره او هتكتبه هتكتبه هنا بالشكل ده تكتب اي تفاصيل بتوصل معك لحد الفين وخمسمائة حرف عايز تضيف هنا اي حاجات تانية بحيس تزبط لك على اساسها الفيديو بتاعك اوكي ننزل تحت هنا الابعاد اهم شيء تقدر تختار بعد ستاشر لتسعة تسعة ستاشر واحد الواحد على حسب انت عايز تعمل فيديو لايه معك هنا خمس سواني هو المتاح لك في النسخة المجانية وخلاص هنا مش هنعمل اي حاجة تانية غير ان احنا هنضغط على هيستهلك عشرة اما بالنسبة للامج تو فيديو هنضغط عليها بالشكل ده وهنا طبعا بتختلف ان انت بتحمل صورة وبعد كده برضو تقدر تضيف نص انت عايز تأثر على الصورة فيه او في الحركة بتاعتها وبكامل خطوات يعني مسلا لو جيت ضغط على هنا هتختار مسلا اي صورة عندك تعمل لها وبتيجي هنا تكتب اي تفاصيل انت عايزها زي مسلا ايا كان انت عايز تكتبه وبتيجي هنا بتختار كل تفاصيل بتاعتك وبعد كده تضغط على هنا طبعا مش بتقدر تتحكم في الابعاد لان هو كده كده هيعمل لك الفيديو بناء على بعد الصورة اصلا لانت رفعته هتضغط على هستهلك عندك هنا عشرة في اصدار جديد هو ولكن للأسف هو غير مجاني ولكن تقدر تستخدم ده بشكل مجاني عيب الموقع ده ان هو بيغيب قوي على ما بيعمل الفيديوهات وده اكبر عيب فيه اللي ازا طبعا كنت مشترك في الموقع ففي حالة اشتراكك في الموقع بتكون النتيجة سريعة وبتكون النتيجة كويسة الموقع التالت معنا النهاردة وهو موقع الموقع التالت معنا النهاردة هو موقع من الرابط اللي في واصل الفيديو بتده تدخل على موقع او لو دخلت على جوجل هتكتب في المحرك الباحس هتضغط على اول رابط هيحولك على الصفحة الرئيسية بالشكل ده عشان تسجل حساب في الموقع ممكن تسجل حساب باستخدام جوجل باستخدام ابل باستخدام اي ايميل وبعد ما تسجل حساب بنفس الطريقة اللي شرحناها هيفتح معاك الوجه الرئيسية بالشكل ده هنا طبعا في الوجه الرئيسية هتشوف هنا بعض الفيديوهات اللي اتعملت باستخدام الموقع الموقع شايف ان هو برضو بيعمل الفيديوهات كويسة واعتقد ان هو من المواقع اللي ممكن تساعدك في عمل فيديوهات كويسة ميزة المواقع ان هو ممكن يكون سريع شوية في انشاء الفيديوهات عن باقي المواقع التانية ولكن هل دقة الفيديوهات زي المواقع اللي احنا شرحناها في الاول ولسه كمان هم برضو هنقارن مع مواقع تاني افضل ده برضو اللي انت ممكن تجربه وتشوفه عشان تبدأ تعمل تصميم كل الحكاية انت بتضغط عليه بالمناسبة ان المواقع بيديك عدد محدد من في اول مرة بتشترك وكمان بيديك يوميا تقريبا حوالي تلاتين يعني ممكن تستخدمه بشكل مجاني دايما حتى هذه اللحظة انا جربت هنا ان انا اعمل فيديو لصورة فاتعملت الصورة فيها حركة بالشكل ده وده النوعية من الفيديوهات دي ممكن استخدمها في عمل فيديوهات حاجات شبه كده ازاي تقدر تعمل ده في المستطيل اللي تحت ده يبقى عندك هنا فرصة ان انت تضغط على كلمة وتقدر تجيب اي صورة عندك حابب ان انت تعمل لا تعديل وبعد كده بتضيفت اي تفاصيل زي مسلا بقول له ان الطفل بيجاهز نفسه ان هو يروح لمدرسة بتزبط بعض الاعدادات عندك ان انت بتختار المدة وبتختار هنا طبعا كده كده بيبقى عندك الصورة بتبقى العباد بتاعتي هي اللي بيطلع بها فيها الفيديو وعندك هنا برضو في حاجات تانية اللي هي دي ممكن تستخدمها في ان انت مثلا بتحدد هنا مثلا صورة بعد ما بتحدد الصورة بتقدر تحدد فيها جزء معين تتحكم فيه في الفيديو وبيبقى بشكل كويس او يعني لو انت عايز تحدد الجزء ده وتحكم فيه ان هو يعمل تفاصيل معينة او بيبقى باقي الصورة سابتة ده دي ميزة كويسة جدا تقدر تجربها في موقع ولكن هنا كانت التجربة في النهاية ان هو اعمال لي فيديو بالشكل الجميل ده اقدر ان انا بعد كده اعمل له الدوم اللود واستخدمه عادي جدا في الفيديوهات بتاعتي الموقع اللي بعد كده هو الموقع الرابع معنا النهاردة هو موقع ده برضو موقع من المواقع اللي مست ان هو بيقدر يعمل صورة حركية في او فيديو حركي على الصور يعني يعمل حركة بسيطة كده ده هو مميز في ده اكتر شيء يعني حتى تجي هنا مسلا نشوف هنا عامل حركة كده كده على الورقة بشكل كويس يعني لكن ملوش او في يعني يعمل حركات افضل شيء ممكن يعمله ان هو يخلي لك الصور الثبت يبقى فيها حركة كويسة ده اكتر شيء ممكن تقدر تعمله باستخدام سواء هنا كمان ممكن تضيف نص يحولك لفيديو او او صورة يحولها لك لفيديو تقدر تخش على الموقع من خلال الرابط او لو دخلت على جوجل كتبت ستيبل فيديو هيزهر لك اول رابط ده تقدر تضغط عليها هيحولك على الصفحة دي عشان تبدأ تعمل تصميم تضغط على فبيحولك هنا على الصفحة دي بيديك خيارين لاما صورة هتحولها لفيديو او نص هتحوله لفيديو في حال تحملك لصورة فانت بتختار الصورة ايا كانوا الصورة اللي انت هتختارها بعد كيف بتعمل بتبدأ ان انت هتتحكم شوية في نوعية الكاميرا او او زي ما انت حابب والزوم وبعد كيف تضغط على وبيبدأ يعمل لك الصورة فيها حركة كويسة جدا للناس اللي بتحب تعمل حركة للفيديوهات وبديك تقريبا يومين حوالي تلاتين بتتجدد بشكل يومي تقدر تستخدمه بشكل مجاني ده طبعا حتى هذه اللحظة رك ربما في المستقبل يتم جعل الموقع يكون مدفوع بالكامل الموقع الاخير معنا النهاردة هو موقع وده بالنسبة لي شايف ان هو افضل موقع تحويل الصور الى فيديو او النص الى فيديو باستخدام الذكاء للسنوى خصوصا الصور واللي انا كان لازم اعمل فيديو ده عشان خاطر الموقع ده النهاردة انا شرحته قبل كده وكنت شرحته تحت مسمى لكن هو دلوقتي الموقع فيه منه اصدار تاني هيلو اي 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 وده موقع مستو ان التسجيل فيه سهل شوية عن بس في عيب هنشوفه مع بعض دلوقتي عشان تدخل على الموقع هيلو هو بتدخل عليه من خلال الرابط اللي هتلاقي في واصل الفيديو او بتدخل على جوجل هتكتب هيلو اي 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 هتدوسها الاول رابط هيحولك على الصفحة دي طبعا انا في الصفحة الرئيسية جاب لك هنا فيديوهات تمت باستخدام الموقع او اتعملت باستخدام الموقع وصراحة الفيديوهات كلها حلوة يعني انت لما تجي تتفرج على الفيديوهات دي كل الفيديوهات حلوة بس سيبك بعمل الفيديوهات اللي ديت وتعالي نشوف اللي احنا هنعمله هيكون عامل اول حاجة عشان نبدأ نستخدم الموقع احنا لازم نعمل او نسجل حساب في الموقع فلو انت اول مرة فانت تعمل بعد كده تعمل هنا بتسجيل الحساب بجوجل على طول لازم يكون عندك حساب جوجل الميزة في ايه بقى في اول تسجيل لك في الموقع بتقدر ان انت تحصل على تلات يام مجاني تماما وبيبقى هنا معك يعني تقدر تعمل في تلات يام دول اي فيديوهات اللي انت عايزها ودي طبعا العيب انا مش عارف بعد تلات يام دول ما يخلصه هل هيبقى في فرصة ان انا ممكن استعد الموقع حتى لو باي طريقة تانية بس لا متؤكد منه ان انا لو عملت حساب جديد هاخد تلات يام جداد العيب بقى برضو كمان ان انت لما بتيجي تعمل فيديوهات بتقعد وقت طويل قوي عشان الفيديوهات دي تتعمل لان بيبقى فيه في قائمة الانتظار كتير بس بتتعمل يعني ممكن الفيديو ياخد معاك نص ساعة اوكي يعني ممكن تعمل تلات فيديوهات في نص ساعة طب بتاع نشوف ازاي هنعمل بقى ده انت كده كده في الصفحة الرئيسية بتبقى ظهر بالشكل ده بتروح هنا بيبقى ظهر عندك المستطيل ده هنا بيقول لك اكتب النص اللي انت عايز تحوله لفيديو فلو كتابت اي نص هيتحول معاك الفيديو لو ضغطت على كريت بيستهلك الفيديو كام تلاتين كريت كده كده هنا عندك هنا يعني ما لا نحاية طب عايز تعمل صورة فانت بتيجي هنا وبتحمل الصورة اللي انت عايزها طبعا انا عملت التجارب فانا هختار الصورة زي الصور اللي موجودة هنا كده ووريك النتيجة مسلا هنا في صورة للولد ده وهو كعنايم فانت بتيجي لكده بكل بساطة تختار الصورة وتضغط على وبتيجي هنا تكتب اي شيء يعني انا ممكن اقول تمام وبعد كده بتضغط على انشاء فبيبدأ يعمل لك الفيديو بتاعك تقدر تعمل ثلاث فيديوهات في نفس الوقت هتاخد منك واحد وهو بس بيعمل فيديوهات كويسة طيب بتاع نشوف النتيجة هنا مسلا انا عامل اكتر من فيديو دي كانت النتيجة بتاعت الولد هنا الولد نايم في حركة لزيزة او كده في الفيديو هتقدر طبعا تستخدمها في عمل فيديو حلوة جدا ودي برضو كان فيديو تاني الوقت يعني بتكلمه هو نايم بس بصراحة في حركة لزيزة في الفيديو وهنا الولد هو بقى بيغسل ويغسل ايده ومباهد للدنيا والنضارة بازت وكل حاجة بازت فيه برضو كده فيديو انا شغال عليه ان شاء الله ينزل قريب تعالا كده بص كده لانا بعمل الفيلم بقى هنشوف بقى النتيجة هتكون عاملة ازاي دي كانت صورة سابتة وقلتوله انا عايز الروبوت يبصي من وشمال وفعلا خلايا بصي من وشمال وكمان يتكلم فهياخد مني شغل اقاف المنتاج بس بصراحة يعني الموقع هلو هنا طبعا نظهر هنا هو هلو طبعا الموقع ده صيني والصين بتعمل ابداع بس الفيديو ده الموقع ده مهم جدا ان انت تبقى عارفه ازاي تستخدمه لان انا هستخدمه في فيديو قريب عشان نتعلم زي ان احنا ممكن نعمل به افلام احترافية جدا واتمنى بقى ان هو بعد كده يكون فيه فرصة نحن نستخدمه شكل مجاني لكن اعتقد الناس اللي هتعمل في دهات كتير او قنوات لو اشتركت في الموقع ده اشتراك مدفوع فهيبقى عندها سرعة في التنفيذ وتقدر تعمل تصاميم احترافية جدا. وبكده بقى انا رجعت معاك خمس مواقع شاف ان هما من افضل خمس مواقع انشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي. تظهروا ان شاء الله في فيديوهات جديدة وشرحات جديدة عن ادوات انشاء المحتوى وادوات انشاء التصاميم ومنتجات الرقمية بالذكاء الاصطناعي. لو اعجب تلك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل سير الجرس. علشان تشوفكم الفيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.